السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد اليوم رح نتعرف كيف منساير شخص باللغة الألمانية لما مندخل هيك محادثة بالحياة اليومية مع شخص وحبي نقول له انه صحيح معك حق أنت على حق كيف منسايره باللغة الألمانية متل اللغة العربية رح نتعرف على هالجمل يلي بتساعدنا انه نخوض هيك حديث او انه نتجاوب مع شخص عبيحكي معنا باللغة الألمانية الجملة الاولى هي لما نحن نساير شخص عبيحكي لنا القصة عبي تحدث معنا ونقول له نعم هذا صحيح فشو منقله منقله يعدا شتمت نعم هذا صحيح نعم هذا صحيح יعدا شتمت بيكون عبيحكي لنا هو قصة فعبيقلنا شو رأيك مهيك صحيح فبقول له يا دا شتمت نعم هذا صحيح إذن هاي أبسط الأشكال لما ننساير شخص ونحن عم ندخل حديث معه أو هو عبيحكي لنا شيء وبنقول له يعدا شتمت الجملة الثانية هي على سبيل المثال أن نقول لشخص نعم أنت على حق أو أنت محق إذا أنت عبتعمل مثلا كورس لغة ألمانية والآن سيقات لك في الكورس أنه لما عبتصيغ الجمل دائما عبتقول إيش دائما عبتبتدي الجملة بالضمير الشخصي إيش فلازم تخفف شوية مرة تقول إي مرة تقول زي مرة تصيغ الجملة بطريقة تانية ما بيصير كل جمل الموضوع يبدو بكلمة إيش فبيطلع الموضوع ضعيف فأنت شو دا كتلت لها مضبوط معاك حق إذا طبعا قانستك مثلا في الكورس أو إذا رفيقك أو صديقك أو شخص يعني في بينك وبينه موضة فبتقوله يا دو هاسغشت نعم أنت على حق أو أنت محق فأنت شو بتكون عبتعمل عبتسائره فبتقوله يا دو هاسغشت أو يا زي هامغشت الجملة الثالثة لما شخص بيجي وبيشتكي لقلنا وفاتح لنا حديث يعني وعب يحكي لنا قصة فنحن نسائره فشو بنا نقول له أنه بقدر أتفهمك يعني فاهمان عليك أنا فشو بتقوله إيش كن ديش فشتين إيش كن ديش فشتين وإذا شخص غريط طبعا بتقوله إيش كن ديش فشتين يعني كيف تستعمل الحضرتك أو الحضرتك فإن نحن نحن نصير معه وأن نارقه فإن نحن نسائله ندخل إستثناء حديث معه و أعطيه حق أن نساء معه فإن نسائلها وأن نسائلتها بأستطيع أن أفهمك أسمع عليك ورحم الظلم الذي يصلك الأصول الأقصى التي تحكي لها فإن ننسي معك، إني نسائلتها أن أستطيع أن أتفهمك شيئ الرابع وأن يكون شخص أن يشتكي لك يخبرأ عن أن يكون أساس مرة أو مرتين والثالثة في المرة الرابعة ما قدرت أساعده فزايل مني فهو عبيشتكي لك فأنت بدك تشارك معه في الحديث بجملة بسيطة وتسعيره يعني تعطيه حق دائما فشو بتقول له مثلا على سبيل المثال فيك تقول له انه لقد فعلت كل ما بوسعك يعني انت عملت لعليك خلص لقد فعلت كل ما بوسعك انت عملت لعليك عملت كل شيء بتقدير عليك فانت عب تعطيه الحق و عب تسايره لانه هو بيحكي لك قصة عب يشتكيك اذا هاي الجمل نحن هلنا عم ناخده في هالدرس هدفه انه لما بصير حديث قدامنا شخص بيحكي معنا شخص بيخاطبنا نقدر نرد عليه باشكال بسيطة انه نعم انت على حق استطيع تفعله فاهم ذلك لقد فعلت كل ما بوسعك اذا نجاوبه نشارك بالحديث بشكل بسيط وبطريقة انه عم نسايره يعني دائما عم نعطيه الحق لصاحب الحديث و عم نظهر تعاطفنا معه او الفكرة اللي عم يطرحلنا اياها و منعطيه الحق فهي هي هدف هالجمل عم ناخده في هالدرس الجملة الخامسة هي لما كمان بيكون شخص عبيشتكي لك فاتح معك حديث فانت بدك تشارك بها الحديث وتسايره باللغة الالمانية فممكن على سبيل المثال تقول له انه لا يمكن وضع الحق عليك او ما فينا نحط الحق عليك ما حدا فيه يحط الحق عليك ما كن دي مش دي شلد Ownه من كن دي! نيش دي شلد ما يمكن وضع حق عليكptions اذن هادا الشخص لما بيكون ابحكي سح انا اول انا باي comfort يقوم با ماذا سحشSاء انا بن المشيه مسالان فانت نrive seinen Dienst من دي مش دي شME يا معيhouette اصحب للحق عليك اذا هاي جملة بنستخدمها في الحديث لما ننساير شخص الجمعة التالية عندما يقول لشخص أنه لا تلم من نفسك .. أنت والشيء صحيح، و عندما يطالعответ لشخص آخر فوظوف، يعني لا تلوم نفسك أبداً، ما تلوم نفسك، أنت عملت كل شي صح، ساعدت، عملت لبتقدر عليه، ولكن في ناس مثلاً ما قدروا تصرفك، فما تلوم نفسك، لا تلوم نفسك، لا تحط الحق على نفسك، يعني لا تقنب نفسك، ما تلوم نفسك، يعني أنه أنت على حق، فأنا شو بكون عب أعمل؟ عب أسايره، إذن هدف كل هالجمل شخص عبي يحكي معي عبي يحكي لي قصة، وأنا بدي جمال لك بسيطة باللغة الألمانية، أشارك بالحديث أساير شخص قال له نعم معك، أنت عملت كل شي صح، لا تلوم نفسك، هاي الجمل مستخدمة حتى في اللغة العربية، موجودة إذن نفسها باللغة الألمانية بهالشكل، وهالجمل اللي عم نحاول نتعلم اليوم، مشان نتقن المحادثة باللغة الألمانية الجمل التالي لما بدأ له لشخص أنه أنت عملت كل شي صح، دو هاست ألس غيشتيش كماخت، دو هاست ألس غيشتيش كماخت، شخص دي يقول لك مثلا أنه أنا مو تصرفت صح، حسيت أنه فيه خطر، رفعت السماعة، اتصلت بالأطفائية، أجت الأطفائية وطلع ما في حريق، بس أنا كأنه شميت ريحة حريق بالشركة، فمشان ما تحترق الشركة، اتصرفت بها الشكل، مع الأسف طلع ما في حريق، ولموني أنه أنا تصرفت أو استعجلت التصرف، فأنت شو بتقوله؟ بتقول ألس غيشتيش كماخت، أنت عملت كل شي صح، عملت لعليك، هاي مهمتك أنه أنه تبلغ الإسعاف أو الإطفائية إذا صار في حريق، ممكن تحترق كان الشركة كلها، أنت تصرفت بشكل صح، ولكن طلع ما في حريق، على سبيل المثال، يعني إذا كان الحديثيك طبيعته، فبتقول له ألس غيشتيش كماخت، أنت عملت كل شي صح، بس النتائج أجت مختلفة، صار شي تاني لا يمكن وضع الحقل عليك، مخدقك هن فوبوف، لا تلوم نفسك، إذان هاي جمل كلها لما بدي أساير شخص ألس غيشتيش باللغة الألمانية، الجملة التالية كمان هي، عندما يكون شخص يحاول لك أنه لا تعمل هاي قامل 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 هاي قام ساير الشخص تقول له مثل ما بدك أنا ما بدك أنا أشتغل هكذا فيدوفلست إذا هون أنا عبا ساير الشخص عبا استعمل جمل أساير في الشخص باللغة الألمانية الجملة التالية هلا جملة جدا جميلة شوفوا شو هو السبب إذا أجل شخص لعندك على سبيل المثال و طلب منك أنه تدينه فلوس مصاري و أنت ما عندك طلب مبلغ كبير أو حتى ما عندك رغبة مثلا أنه تدينه في كل الحالتين أني تقول له لهذا الشخص أ Target أتمنى لو كان بإمكاني من يعني الحلوة التجملة أحدث لدينا القواعد يستطيع إرام reasonable بس بعديهم أولاً ل腮ة التمناية، واحتمالية والإمكانية و Testのい based on, the way I just feel like you were able to help, the way I just feel like I could help you both don't realize what does thePad erzählt happen to me! They don't feel good... just because I have no other leisure... duacia are the bestPass but I really don't do any money... أو ليس لدي رغبة، ولكن أنا أقول له ذلك وأيضاً أكون هنا بساير شخص لا أقول له أنه لا، لا أريد أن أعطيك مصاري أو أرده بشكل قاسي وإنما أرده بشكل لطيف أريد أن أسايره، فأقول له أتمنى لو كان بإمكاني مساعدتك موظف مثلاً أقول رحت لعنده وطلت منه مساعدة بشيء معين فهو قال لك أنه أتمنى لو كان بادر أساعدك، ولكن لا يطلع بيدي أتمنى لو كان بإمكاني مساعدتك، بيكون هو شو عبي يعمل؟ عبي سايرك، إذن هيك كمان السلوب من ساير باللغة الألمانية الجملة الأخيرة لدرس اليوم كمان جملة جداً جميلة إذا شخص على سبيل المثال عبي يشتكي لألك عبي يقول لك أنه عندي رفيق أو أخ دينته مصاري، ساعدته مرة، ساعدته مرتين ساعدته مرتين، ساعدته ثلاث مرات أجل عندي في المرة الرابعة طلب مني مساعدة وقال له أنه مبادر أساعدك لأنه مثلاً بكرة عندي شغل أو ما عندي فلوس قدينك للمرة الرابعة فلأنه مرة قررت له لا زعل فبيقلك أنه بيصير هيك فبتل له هكذا هي الحياة هكذا هي الحياة هكذا هي الحياة أنت عبتسايره بالحديث هو عبي يشتكي لك عبي يقلك أنه دينته مرة و مرتين و ثلاثة و أربعة فلوس و المرة الخامسة لما طلب مني زعل لأنه ما عطيته فبتل له هكذا هي الحياة أنت عبتسايره بالحديث يعني عبتعطيه الحق ما عبتعترض عليه هاي الجمل كله أنه نحن كيف نساير باللغة الألمانية أهمية هالدرس تنبع من فكرة أنه أنا عبعطيكم هالله إمكانات وجمل قوية جداً وسهلة وبسيطة بنفس الوقت لأنه شرحناها كيف نخوض محادثة باللغة الألمانية فيه شخص عبي يحكي معنا عبي يسرد لنا قصة أياً كان الطبيعة الموقف فأنا بدي أسير ويقول لكم إنها حقاً يمكن لها البعض فأنا بدي أسير فأنا بدي أسير من أجل أن يحب أن يحبني فأنا بدي أسير هل يمكن أن أحدث من البيت أدامي رئيسي في الشغل أدامي موظف رسمي أنا أو رفيق أو زميلي في العمل إذن هذه الأشخاص وأنا بدي أسير ويقولون أنهم يمكنهم مثل ما بتكون فيزيبولن، فيزيبونشن، يا دا شتمت، زياب مغيشت، بدي أسايره، هاي الجمل هي اللي بتساعدني بهالمحادثة وبشكل بسيط شفتوا الجمل. وبنفس الوقت فيني أجمعه. يعني مثلا قاله لشخص انه يا دا شتمت، دواس غيشت، مان كان ديقا كان فوابوف ماخن. نعم هذا صحيح، انت على حق لا يمكن لومك أبدا. إذن فيني أجمعهم كمان. لما نحن منتقنهم طبعا فينا نجمعهم. غالبا باللغة الألمانية يمكن استعمل وحدة، انتين، ثلاثة واربعة حتى. هذا بيظهر براتك اللغوية. ولكن هي جمل بسيطة كتير بتساعدنا بالمحادثة في اللغة المحكية اليومية الألمانية. حتى باللغة العربية إذا لاحظتوا هاي الجمل هي إلى مقابل إلى ترجمة واستخدامها نفس الشي. حتى في اللغة العربية العامية المحكية حتى نحن منسائر شخص نقول له معك حق لا تلوم نفسك مثل ما بدك. إذن هاي الجمل كلها هي نفس هاي مقابلة في اللغة الألمانية. نفس الاستعمال نفس الاسلوب نفس المواقف نفس المكان وجمل بسيطة. إذا أتقناها منصير نقدر نخوض محادثة بكل سهولة وبراعة ونقدر نسائر شخص باللغة الألمانية. أتمنى أكون أفادكم أيضاً خلال هالفيديو وتضيفوها الأشياء اللي تعلمناها للزخيرة اللغوية. طبعاً نحن عم نفرع بكل الالتجاهات في اللغة الألمانية بعد ما أنهينا الدراسة الأكاديمية بشكل كامل والقواعد. وهلأ أجابات التطبيق العملي والمحادثة واللغة المحكية الألمانية كما هي كما تمارس بين الناس. تحياتي لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة